صباحكم سعيد من جديد ولا شك بأن الجيش الأبيض كان في مواجهة مباشرة مع فيروس كورونا وحتى اليوم وللحديث أكثر عن هذه الجهود المستمرة للكوادر الطبية اليوم متواجد معنا الدكتور عبد الرزاق الخشمان مدير السلط الجديد صباح الخير وأهلا وسهلا بك صباح الخير سيدة أهلا بك دكتور دعنا نعود للوراء قليلا أيام ما كنت مدير مستشفى الأمير حمزة وتم استقبال أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا احكي لنا كيف المستشفى استعد وكيف استقبل هذه الحالة اللي هي كانت صدمة حقيقية على كل الأردنيين شكرا لكم للقاء وأنا بنتهز هذه الفرصة الكبيرة جدا في الأردن اللي هي المئوية وعيد ميلاد سيدنا صاحب البلاد ومنها النية لأنه هو داما أب راعي لهذا الوطن أهلا وسهلا الصحيح هي جائحة كانت على العالم كله وليس على الأردن ولكن في بداية الجائحة احنا كنا في مستشفى الأمير حمزة وكان هذا المستشفى الرئيس في علاج كورونا على مستوى الأردن فهو الأساس علما أنه التجهيزاته ما كانت كاملة ولكن برؤية صاحب الجلالة سيدنا واهتمامه المتواصل في هذا الخصوص وإذا دل على إشي يدل على أنه اتصالاته متكررة معنا واهتمامه وطلب أي إشي في نواقص في هذه المستشفيات لتقديمها إلى مستشفى الأمير حمزة وليس للأمير حمزة وإنما للأردن ككل كلا فلذلك يعني بنظرة السيد صاحب الجلالة واهتمامه الكبير في هذه المرحلة أعطانا دافع كبير جدا لنقوم بتقديم دورنا الرئيسي في هذا الوطن للأردن للمواطن نعم وتم تجهيز عدد كبير من العنايات الحديثة وتدريب الكوادر الطبية بشكل كبير جدا وهذا كان في مستشفى الأمير حمزة نعم وتم المحافظة على الكوادر الطبية من الإصابة لأنه كما تعلم سيدتي أنه خبرتنا ليست كانت كبيرة جدا في هذا الوباء أصبحنا ندرس هذا الفيروس بطريقة وتهتيره على على الموظفين بشكل عام حتى لا يصاب لأنه عنده سقوط الكادرس أو المنظومة الصحية في أي بلد كما شاهدنا في إيطاليا وعد الدول أصبحت الأمور مساوية بالنسبة لعلاج هؤلاء المرضى دكتور دايما جلالة الملك الرعاية الصحية على أجندته دايما نشوفه يتواجد مستشفى البشير ومستشفياتنا الحكومية يحب يتابع ويشوف التطورات على هذه المستشفيات وتطورات أيضا بالقطاع الصحي بشكل عام دعونا نتحدث عن هذا الموضوع كم القطاع الطبي تطور وكم جلالة الملك بواكب هذه التطورات سيدنا في رسالاته دائما موجهة إلى الصحة وموجهة إلى حماية الكوادر الطبية ومتابعتهم والعناية بهم دائما باستمرار وهذا إذا دل على إيش يبدل على أنه قائد البلاد هو المتابع هو المسير ونحن نعتبر جنود في هذا الوطن أن نقوم بما مطلوب منا على تقديم خدمة فضلة لشعب الأردني قريب بشكل مباشر نعم فدائما في اتصال مباشر أنا نفسي تم الاتصال معي مرتين وعملنا كونفرنس كمان مع سيدنا وسيدنا وطمئن وكان دائما بحثنا شو مطلوب مني أقدم لكم كيف أقدر أساعدكم أنا كل شيء متوفر بس أطلبه وإحنا الحمد لله رب العالمين برؤيته أنجزنا هذه المرحلة وأصبحت مستشفى الأمير حمزة يستقبل عندما استقبل أول حالة كانت وضحها كان بالنسبة للأردنيين أنه صدمة أول حالة أول حالة ولكن الحمد لله رب العالمين أنه احنا اجتزنا هذه المرحلة بطريقة جيدة جدا دكتور أسف أطعتك بس هون خلينا نروح لموضوع متعلق بحكم قربك للمشهد الصحي بشكل عام كيف بدأنا بالتعابل مع فيروس كورونا بالأردن وين وصلنا اليوم لازم نعرف نحن تقديرك لهذا الموضوع تحديدا في هذه الأيام سيدتي احنا أصبحنا الآن في المراتب الأولى في تقديم الخدمة والسيطرة على هذا الفيروس مثال يحتذى به نعم في بداية الجاحة عملية الليجان الوطني الأوبع أخذت دور جيد جدا في السيطرة على وتقديم الخدمة ووضع بروتوكولات خاصة علاجية فلذلك كان مستشفى الأمير حمزة في أوائل المستشفيات التي تقدم هذه الخدمة للناس فأصبح هذا المستشفى من ناحية علاجية يقوم بدور كبير جدا وتدريب الكوادر ليس في مستشفى الأمير حمزة وإنما على مستوى الألطن كله حيث تم تدريب تقريبا بحدود ألف ممرض وطبيب ليس من مستشفى الأمير حمزة ولا القطاع الحكومي وإنما القطاعات الخاصة كلها والمستشفيات الجامعية كاملة وهذا يعني أعطانا فكرة حتى لما تطور الفارس وزادت عدد الحالات أصبح القطاع الخاص شريك لنا في تقديم هذه الخدمة صح كان مستوى الأمير حمزة هو بعد تطويره أصبح تطويره في يطور نظرة ثانية أنه سوف يتم زيادة الحالات فيه على مستوى الألطن فلذلك كانت نظرتنا إلى زيادة عدد الحالات الأسرة الموجودة في المستشهاد الحكومية وبرؤية معالي وزير الصحة الدكتور ندي العبيداد أصبحت فيه مستشفيات ميدانية وهذه الآن تقدم الخدمة الرائدة لمرضى كورونا تعزيز النظام الصحي وأيضا مواجهة وباء كورونا بموجود هذه المستشفيات دكتور خير نتحدث عن المستشفى السلط الحكومي الجديد هذا المستشفى بكلفته 90 مليون افتتحه جلالة الملك نرى خدمة جيدة جدا أنا اطلعت عليه هذا المستشفى يحاكي المستشفيات العالمية خلينا نتحدث جيد جدا خلينا نتحدث عن زيارة جلالة الملك لهذا المستشفى وبتواجدك وكيف أيضا تم التعامل مع هذه الحالات أيضا بكورونا بمستشفى السلط الجديد سيدتي مستشفى السلط تم افتتاحه برعاية سيدنا صاحب الجلالة وهذا المستشفى هو نموذج يحتذى به على مستوى الأرطب هو يعتبر على مساحة تقريبا 88 ألف متر مربع والملفت في هذا المستشفى أنه محاذي له كلية الطب هو مدمج مع كلية الطب هو مستشفى تعليمي جامعي هذا شيء رائع نعم سيدتي فهذا المستشفى يقدم دائما نحن كنا نحكي على مستشفيات وزارة الصحة إنها لا تقدم فندقة ولكن هذا المستشفى يقدم فندقة على مستوى عالي جدا ويوجد فيه أجهزة منطورة يعني بعض الأجهزة لا توجد لغاية الآن في الأردن ولا في القطاع الخاص وهذا المستشفى يوجد فيه هذه الأجهزة أخذ علاعاته خلال فترة الكورونا أنه يقوم في دوره من ناحية القلب كونه هذا المستشفى الوحيد بعد إغلاق مستشفى الأمير حمزة للقلب تم التوجه إلى مستشفى الصل وتجرى فيه عمليات القلب والقسطرة وجراحة القلب وكهربة القلب وأطفال القلب جميع التخصصات موجودة في هذا المستشفى على أعلى مستوى علما أنه تم رفضه بجميع التخصصات من جراحات تجميلية وجراحات أطفال وجراحة أوعيدة موية جميعها نعم ستي هو شامل كامل بأجهزته المطورة جدا ونظامه الإلكتروني لأنه هو نظام إلكتروني نظام دور نظام دور إلكتروني وكله يعني المواطن يشعر أنه هو ليس في الأرطب يأخذ الرقم الوطن ويتم الإدخال من خلاله يتم إدخاله ويتم أخذ دور معين وينتظر حتى يأتي دوره جميل جدا يعني شهادتي مجروحة فيك يمكن لأنه خلال أزمة كورونا شفت بعيوني الجهود المبذولة من قبلكم دكتور عبد الرزا إن كان في مستشفى الأمير حمزة كنت في زيارة في بداية أزمة كورونا وشفنا كيف غرف العزل واستعداداتكم بكل النواحي وكل الجوانب وأيضا في مستشفى أصلت الحكومي الجديد برضو كان في زيارة محرضتك وشفت الجهود المبذولة من خلالكم بصراحة أنت خير من يمثل الأطباء الأردنيين اللي خلينا نحكي ببذلوا جهد بالمكان اللي هم موجودين فيه وبدنا مننا كيك رسالة أخيرة بهذا اللقاء فيما يتعلق بأهمية التطعيم وأهمية أنه كل الأشخاص يقبلوا على هذا الأمر سيدتي هذه جائحة يعني حتى يكون عندنا في حماية للمواطن الحماية هذه من الفيروس تأتي بطريقين الطريق أنه يأخذ مناعة من الإصابة ويصبح عنده مناعة أو يأخذه عن طريق المطعوم فالحماية المجتمعية ستكون عن طريق المطعوم لأنه لا نستنى المواطن حتى ينصاب حتى يأخذ مناعة طب وممكن هذا كبير بالسن يؤدي إلى وفاته صحيح فلذلك في جزء معين من الناس أو فئة معينة هي يتم تطعيم الكوادر الطبي وكبار السن وأمراض السرطان وأمراض الكلة يعني يوجد هذه الأولوية لأخذ هذا المطعوم والمطعوم يعني أنا في مستشفى الأمير حمزة أنا كنت مسؤول عن هذا المطعوم أو التجربة في المرحلة الثالثة مع الإماراتيين الصينيين فتم تطعيم يعني تقريبا من الناس اللي تقدموا لأخذ هذا المطعوم وكانت نتائجه تقريبا بحدود من 86% إلى 90% إحنا بنحكي 90% هذا يعني رقم جيد جدا يعني وخاصة أنه المطعوم الآن في العالم يستخدم في الحالات الطارئ نعم فقط في مطاعيم أخرى وإن شاء الله أنه إحنا يعني خلال اللجنة الوطنية الأوبئة كان أول نظرتنا في هذا الموضوع على المطاعيم وتم حجز هذه المطاعيم مع شركات كوفيكس مع فايزر ومع السينيين ومع الروس فأنا أحيب بالمواطن الأوردني أنه مصلحته في التطعيم نعم الله يقويكو دكتور ويعطيك العافية ومن خلالك مجهة تحية لكل العملين بالقطاع الصحي الحكومي والخاص وأيضا الخدمات الطبية الملكية دائما بتقدموا الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن يعطيك العافية شكرا شكرا دكتور ومستمرين معكم في هذه الحلقة الاستثنائية من يوم جديد خليكم معنا ما تروحوا مكان